بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 13 Introduction to Gears وبنستكمل معا Terms Used in Gears أو المصطلحات اللي بنستخدمها مع التروس المصطلح اللي بعد كده اللي هو اسمه اللي هو المسافة دي من الادندم سيركل الى البيتش سيركل الديدندم هو اللي هو من البيتش سيركل هنا لغاية القاع بتاع السنة اللي هو ده بنسميه الديدندم المصطلح اللي بعد كده اللي هو التوتال ديبث التوتال ديبث هنا اللي هو بيمثله الجزء اللي هو من الادندم الى الديدندم هنا ده اللي بنسميه التوتال ديبث الواركينج ديبث هنا ده اللي احنا بنسميه ايه الواركينج ديبث هنا اللي هو من الادندم الى الكليرانس قبل القاع هنا والمسافة بين الاتنين دول اللي احنا بنسميها الكليرانس هنا المصطلح اللي بعد كده اللي هو التوته ثيكنس او السمك بتاع السنة وده مقاس على البيتش سيركل المسافة بين الجزء بتاع السنة هنا الى هنا ده اللي بيمثل لي التوته ثيكنس او الفراغ بتاع السنة الفراغ اللي هو من السنة هنا الى السنة التالية ده اللي احنا بنسميه التوته سبيس ودايما هتلاقي التوته سبيس اكبر من التوته سيكنس الفرق ما بينهم بنسميه الباكلاش الفرق ما بين الفراغ هنا والسنة هنا بنسميه الباكلاش وهو ده اللي بيسمح بحرية الدخول السنة الاخرى للترس الاخر والخروج بحرية نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة